أعزائي المشاهدين قناة الحياة أرحب بكم في كل مكان أرحب بكم سواء على قناة الحياة أو على جميع قنوات الحياة على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم نحن في حلقة جديدة من برنامج المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تتناول موضوعا ملفتا للنظر هو موضوع طقس أرجحة الدجاج فوق الرأس كثير من المشاهدين رأوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الطقس كيف يقوم بعض اليهود في أحد المناسبات بمسك دجاجة وأرجحتها فوق الرأس عدة مرات ثم تقديمها زبيحة وما لفت نظري في المواقع العربية والقنوات العربية أنها قدمت هذا الطقس على أنه شكل من أشكال الطقوس الخرافية أو الطقوس التي تريد أن تسخر من العقيدة اليهودية ولكن هذا ليست مقاربة علمية حلقة اليوم سوف تقدم أسباب هذا الطقس وهل فعلا هذا الطقس يمارس على نطاق واسع بين اليهود أم أنه طقس محدود بين فئة من اليهود إذن سوف نتحدث عن طقس هو شيرو طقس الكبروت توجد طقوس وعادات مختلفة تسبق يوم كبور ومن أشهر هذه العادات هو الطقس الكبروت أي أرجحة الدجاج في القرأس إذن يقوم بعض اليهود بطقس الكبروت عشية يوم الغفران وهو الطقس يمثل نقل خطايا الشخص رمزيا إلى الطير وقد عرف به أن هذه الممارسة يقوم بها اليهود المتدينون عشية يوم كبور وهو في الواقع عادة شعبية أكثر من أنه قاعدة دينية أو وصية دينية وفي بعض الكنس يمكن أن يجري هذا الطقس الكبروت في ليلة رأس السنة العبرية وأحيانا في الكنس أخرى يمكن أن يضيف إليها في يوم السابق من عيد المظال في يسمى يوم هشنا ربا وهو يصادف 21 من شهر تشري العبرية بالإضافة إلى ذلك قلنا أن هذا الطقس رغم أنه هو طقس جدا شهير ولكن هذا الطقس ليس طقسا محل اتفاق بين اليهود أنفسهم فهذا الطقس هو طقس محل جدل شديد بين اليهود أولا كيف يغتم القيام بهذا الطقس؟ عشية يوم كبور أو يوم الغفران يأتي شخص بطير ويلوح بيه فوق رأسه ثم يذبح الطير وفق الشريعة اليهودية ويمكن صاحب التقدم أن يأكله في يوم كبور أو يقدمه إحسانا من أجل أن يقدم طعاما لشخص ما محتاج في يوم الغفران وثمت قراءات أثناء القيام بهذا الطقس هذه القراءات مكونة من ثلاثة أرزاء الأولى أجزاء من سفر المزامير المية أصحاح 107 وكذلك مقاطع من سفر أيوب ثم أدعيه بخصوص هذه المناسبة ثم يعلم الشخص أن هذا الطير يقدمه بدلا عنه ويقول أن هذا الطير قدمه للموت وولى الحياة وبعد ذلك يذبح الطير ما هو أولى النوع الطير المستخدم؟ يستعمل الديك في طقس الكبروت ويتم أرجحته ثلاث مرات والديك على قيد الحياة ثم يذبح وفق الشريعة والآن واليوم بإمكان الشخص حسب الأعراف اليهودية الشعبية الرجل يقدم ديك عن نفسه والمرأة تقدم دجاجة عن نفسها ويقتضي حسب العرف كل الشخص في العائلة يجب أن يقدم عن نفسه هذا الحيوان بمعنى لو كانت الأسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو خمسة فيجب على كل الشخص أن يقدم هذا الطير عن نفسه الأب والأم وكل ولاده وإذا كانت المرأة حامل في العصور القديمة عندما لم يكن المرأة يعرف الجنين ما هو فكان يجب على المرأة الحامل أن تقدم عن نفسها دجاجة وإضافة إلى ذلك دجاجة وديك لماذا؟ لأنها لا تعرف جنس المولود وإنتظر الحصول على ديك بسبب ربما ندرته في المكان بإمكان الشخص أن يقدم سمكة أو وزة ولكن طبعا من المستحب دائما أن يكون هو الطير من الدجاج أو الديك على أنه يفضل اللون الأبيض الأمر الآخر بإمكان الشخص أن يؤرجح كيسا من النقود كيسا صغيرا يحتوي على النقود بثمن يقارب ثمن هذا الطير ثم يقدمه للأحسان قلنا إذا هذا الطقس هو ليس وصية كتابية بمعنى هذا ليس له ليس له لا جزور في الكتاب المقدس ولا كذلك في الكتاب اليهودي الرئيسي التلمود وأول إشارة إلى وجود هذا العرف أو هذا الطقس الشابي موجود في القرن التاسع كان لدى عمران ابن ششنا أو عمران جاءون الذي توفيه في القرن التاسع ميلادي وبالأغلب هذه العادة كانت أغدى من عمران أكيد وسمت أراء كثيرة مختلفة عن منشأ هذا الطقس البعض رأى أنه ربما كان هو بديل عن طقس تضحية الكبش أو التيس الذي موجود في سفر اللاويين لصحة 16 ففي الماضي كان يقدم حسب الأصحة 16 التيس كفدية عن الخطيئة وبعد أن تلاشى هذا الطقس في الأصور اللاحقة الآن أصبح لدى بعض اليهود هذا العرف أن يستبدل بالطير هذا رأي الرأي الآخر أنه يمكن أن يكون هو من أحد العادات الشعبية لماذا هذا الطقس يتسم بهذه الأهمية الشعبية الكبيرة في الحقيقة انتشار هذا الطقس بدأت تقريبا ليس قديمة جدا ولكن بين وسط اليهود الحسيديين أو بمعنى اليهود القريب بالمصطلح لو استخدمنا المصطلح الإسلامي اليهود الصوفيين ولكن طبعا هذه تسميم مختلفة لا تنطبق على اليهود في الأوسط الحسيدية اهتم في أوروبا الشرقية بهذا الطقس وبذلك عندما اتبنى الحسيديون هذا الطقس فأصبح منتشرا بين اليهود في أوروبا الشرقية ومنه بقي إلى الآن بين الوسط اليهود طب مدام هذا الطقس ليس طقس كتابي ولا يوجد في المصادر الأساسية للعقيدة اليهودية التلمود ورغم أن هذا الطقس جدا شهير لهذا نلاحظ أنه يوجد جدل داخل أو بين الوسط العلماء اليهود إن كان هذا الطقسا يجب أن يعمل به أم طقسا لا يجوز أن يعمل به فسمتها جناحين موجودان في العقيد بين العلماء اليهود الأول يقول أن هذا الطقس هو الطقس يجوز العمل به لا يوجد إشكالية الجناح الثاني يرفضه كليا ويقول أنه لا يجوز العمل به الذين رفضوا هذا الطقس علماء كبار في اليهودية على السبيل الميسان ولا الحصر شلوم بن أدارات من إسبانيا في القرن الرابع عشر وكذلك لدينا موسى بن نحمن في إسبانيا في القرن الثاني عشر ونحن أظن في القرن السادس عشر يوجد يوسف بن أفرايم هذا الشخص كمان شجع على أن يأخذ موقف يعني منبه من عدم ممارس هذا الطقس إذن اتجاه العام بين الأواسط العلماء اليهود هو عدم ممارس هذا الطقس اتجاه الثاني الذين قدموا اتباع الكابلا وأشهروا إصحاق لوريا في أورشاليم في القرن السادس عشر هو الذي شجع هؤلاء الناس على هذه الممارسة لماذا رفض المعارضون هذا الطقس بمعنى نحن عندما نشاهد العلماء اليهود نعتقد بأنهم كلهم متفقون على هذا الطقس ولكن لا هم ليسوا متفقين الذين رفضوا هذا الرأي قالوا أن لدينا جملة أسباب أولا أنه قد يضع الشخص في اعتقاد أنه لو قدم هذا الطير بديلا فهو يقذ نفسه من الخطيئة ولكن الشخص لا يغفر له الخطيئة إلا أن عادل عن اسلوب حياتي الخاطئ بمعنى ليس القربان ما يزيد الخطيئة ولكن التوبة الأمر الآخر في العصر الحديث بعض اليهود الذين تبنوا اتجاه الاهتمام بحقوق الحيوانات قالوا أنه لا يجوز هذه الممارسة لأنه فيها نوع من التعذيب عدم تمسك الطير لمدة دقائق تلوح به ثلاث مرات فهذا تمارس شكلها من أشكال التعذيب وهذا أمر ليس لائق لليهود وأمر لا يجوز أبدا فضلا على أن طريقة بيع الطير في إسرائيل والولايات المتحدة بوضع في أقفاص ممتلئة بعشرات الطيور فهذا أمر غير لائق يعني للحيوان ولهذا تبنى هؤلاء المعارضون أيضا مقولة بأنه لا يجوز أن نؤيد هذا المبدأ أن رسالة يوم كبره والغفران تتعرض مع هذه الممارسة حرقة اليوم انتهت لا تقدمنا ممارسة شهيرة جدا ولكن حبنا نظهر للمشاهد أن هذه الممارسة ليست محل اتفاق بين العلماء اليهود حققت اليوم انتهت وإلى اللقاء في الحلقة القادمة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة